ازايكو عاملين ايه وحشتوني؟ معاكم جهاد وصفتنا النهاردة هتكون وصفة للاطفال هنحضر مع بعض النهاردة مهلبية صحية معمولة من فكها فرش للاطفال مهلبية الخوخ والمشمش مكسي كده من الخوخ والمشمش للاطفال مهلبية جنن انا المهلبية بتاعتنا النهاردة عاملها للاطفال والكبار بس الاطفال الكبار شوية لكن المهلبية بتاعتي هوريكي بقى على سر كنت بعمله لما كان اطفالي في عمر ست شهور كنت بعمل لهم كده مكسي من المشمش والخوخ بجد مهلبية خطيرة حاجة فرشة وغنية ومليانة بالعناصر الصحية المفيدة لاطفالنا انا هيكون عندي هنا مجموعة من الفكها شوية من الخوخ على حبة من المشمش كانوا موجودين عندي في التلاجة ففكرت ان انا اعمل منهم طبق مهلبية حلو وقلت كمان كنت بعمل ايه الاطفالي وهم في عمر ست شهور انا هنا بجيب الخوخ بتاعي وبيكون مخصول كويس جدا هو المشمش هبدأ اجيب بقى اي حلة صغيرة عندي او كسرولة وانزل بالخوخ بتاعي في قلب الكسرولة بالشكل ده هدف بقى كل الخوخ بتاعي بالشكل ده وانزل عليهم بنص كوباية من المية انا مش هزود المية عن كده واحط بقى الكسرولة بتاعتي على النار وهغطيها يدوب بالضبط الخوخ هيقعد عشر دقائر الفكرة ان انا بسهولة هقدر اشيل القشرة وكمان الخوخ بتاعي هيستوي شوية ويكون طري وانا بضربه في الخلاط هرفع بقى الخوخ على النار وهوريكي شكله هيكون عامل ازاي عبال من الخوخ يستوي شوية هبدأ اجيب المشمش بتاعي وافصصه واتأكد انه هو منطيف خالص من جوه انا استخدمت مجموعة صغيرة كده وبسيطة من المشمش بتاعي واضفته كويس من البزر وهبدأ بقى اجيب الخلاط واضربه كويس جدا في الخلاط علشان يكون عندي عصير المشمش الكمية دي هضيف عليها كوباية من المي وهشغل بقى الخلاط بتاعي واخلط المشمش كويس جدا لحد ما يكون عندي عصير المشمش هنا الخوخ بتاعي جهز والفقشرة بتاعته دبلت وهو طري وبقى بسي شكله خطير هنقدر بقى مقشره بمنتهى السهولة استني بقى عليه لحد ما يبرد وهتلاقيه دايب بصي وبتقطع معاكي بمنتهى سولة مش محتاج وقت خالص انا كنت بستخدم الوصفة دي زمان لاطفالي وهم في عمر ست شهور كنت بعمل الخوخ بالطريقة دي وكمان بضيف المشمش بعد مفصصه وبعمله في نفس الطريقة وبخلط بقى الخوخ مع المشمش بدون اضافة مية في الخلاط وبياكلوه كده من غير اي حاجة خالص كده انا بديت اطفالي فاكهة صحية طبيعية ومغزية جدا والاطفال طبعا بياكلوا الفاكهة من عمر ست شهور فيما فوق فوسفتي النهاردة انا بعد ما فصصت الخوخ ضفته على عصير المشمش في الخلاط ودربتهم كويس جدا هيكون عندي بقى بولة فيها معلقة من الكريم جونتي ومعلقة من النشا وربع كباية مية هخلط هنا بقى النشا مع معلقة الكريم جونتي والمية ودومهم كويس جدا طبعا لو هنستخدم الوصفة للاطفال من ست شهور زي ما قلتلك هتضربي الخوخ والمشمش بعد ما نحطوهم على النار ويبدأوا يطروا شوية ونضربهم في الخلاط كويس جدا دون اضافة مية وتقدر تديهم لطفالك لكن احنا بقى بنحولوا كده المهلبية بقى لينا والاطفالنا من فوق بقى سن السنتين بتبقى طعمها حلوة جدا ومغزية اكنك عاملة مهلبية امر الدين بس فكرة طبعية وسر بقى اضافة معلقة الكريم جونتي عشان ندي طعم اكتر كده حلوة للمهلبية بتاعتنا وانا هنا المهلبية ودفتلها السكر خالص لان الخوخ بتاعي كان مسكر وكمان المشمش مسكر فانا مردتش اضيف سكر خالص بعد ما ضفت معلقة النشا ومعلقة الكريم جونتي وقلب طعم كويس جدا رفعت بقى الخليط بتاعي على النار لحد ما المهلبية بتاعت تقلت والقوام بتاعتها بقى يجنن وخطير بصي عاملة ازاي شبه مهلبية امر الدين بالزبط بس الطعم جنان هتحس بقى بمكس المشمش والخوخ والفكهة الطبيعية بجد خطيرة حلوة قوي لو عندك حتى الخوخ جبتيه واشتريتيه ولقتيه طعم ومزل شوية تقدري تعمليه في الوصفة دي وتزودينه سكر بجد هيبقى طعمه حلو قوي ولو اطفالك بقى مش بيحبوا الخوخ ياكلوه او ما بيحبوش المشمش انت حضرت لهم ان عارضة وصفة صحية قوي مكس من الفكهة الطبيعية ومهلبية طعمها بجد يجنن انا بقى جبت الكاتب بتاعتي او البولات وفضيت المهلبية بتاعتي بالشكل ده بجد فكرة لذيذة قوي ومن مجموعة بسيطة من الفكهة عملنا احلى واللز مهلبية صحية في البيت معمولة بقى من فكهة مفيدة ومغزية لصحتنا وسحت اولادنا انا هيكون عندي هنا بقى شوية من المكسرات حبيت ان انا اضيفها على وش المهلبية بتاعتنا بالشكل ده تقدري بقى تضيفي سوداني تضيفي الفوصدق الكذاب زي ما انا بيستخدمها النهارضة في وصفتي او تقدري تستخدمي الزبيب وغسط الهند او تكليها سادة زي ما تحبي بجد شكلها مغري جدا وطعمها حلو يستحك التجربة وانصحك تعمليها لاولادك وديهم حاجة مغزية وصحية لما ندي اولادنا حاجة يأكلوها بنكون مبسوطين ان احنا مديناهم حاجة من عميل ايدينا وحاجة صحية ومفيدة جدا هيستفيد منها اكسامه مهلبية بتاعتنا شكلها مغري ويجنن وشبه مهلبية امر الدين بالضبط بس الطعب بيفرق خالص ماكسي كده من المشمش والخوخ الفراش بجد رهيبة حلو قوي وانصحك تجربيها وتعمليها لولادك في البيت كل افراد اسرتك هيعشاؤوا الوصفة دي جدا ولما بتسقع بقى وتتحط في التلاجة مش قادر اقولك طعمها بيكون خطير قد ايه ياريت لو الفيديو النهاردة عجبك ما تنسيش تعمليلي لايك وفعليلي زر الجرس وعملي شير كتير للفيديو وبالفة هنا وشف باي باي اشتركوا في القناة